فريق السيسي هناك إجماع شعبي عليه لكن هو له حساباته على قل المشاركة نعم على قل المشاركة طيب في حال لو ترشح بعض الأسماء اللي ربما بشكل أو باخر تكون مرتبطة بالمؤسسة العسكرية هل تعتقد أنه ده أيضاً هيفتت الأصوات أو الحشد الشعبي اللي أنت شايفه بالنسبة للمشير السيسي؟ ما أعتقدش كل المطروحين من المؤسسة العسكرية معتمدين على رؤى وفكرة ومجموعات بتتفحى لهذا لكن أنا أعتقد أن الاكتساح الجماهيري اللي يتمتع بي السيسي والكريزمة اللي موجودة والربط بينه وبين الزعيم جمال عبد الناصر خلته في مقدمة الصوف لكن دكتور أحمد تأكيد حضرتك أننا بحاجة إلى زعيم هناك رأي ربما لا أدري إذا كان يقابل رأي حضرتك أو برضو أسير معه في نفس الاتجاه ولكن بشكل آخر تأكيد على أننا بحاجة إلى موظف برطبة رئيس جمهورية أو بدرجة رئيس جمهورية نحن لا نبحث عن زعامة واختزال كل أحلابنا وطموحاتنا في شخص الزعامة تغير مفهومها الزعامة مش معناها أننا رمي توكالي على الله وعلى الزعيم ونام لا الزعامة مشاركة يعني إيه؟ يعني القبول الشعبي للمشير السيسي مثلا مشاركة بنقوله تقدم وإحنا معاك مش بنقوله روح يلا بقى إذهب أنت وربك فقتله ونحن هنا قاعدون لا أنا بقوله إذهب وأنا معاك بكل جهدي لبناء هذا الوطن دي الزعامة بس الزعامة بتبقى إيه؟ تأثير في القلب حب فالحب بيدفع على العمل الرئيس قد يكون آمر أو مفكر في حدود الإطار الرئاسي أو الوظيفة وده أنا عايز مصر تنهط عايز مصر ترتفع إلى عنان السماء زي ما احنا بنقول دي بتتطلب زعيم ما بتتطلبش رئيس طيب المشهد في المنطقة المحيط بينا أيوة هيكون ليه برضو تأثيره على شخص الرئيس القادم أو المرشحين بمعنى يعني تحرك الحدث في سوريا في ليبيا وفي أوكرانيا طبعا تمام تمام تفتيت العالم يعني مرتض بشكل أو باخر هل ده أيضا كل تأثيره على برصة المرشحين وأيضا على الحالة المزاجية بالنسبة للناخب المصري هنا ده بالتأكيد أولا أنا عايز رجل تكون عين على برة وعين على جوه زي ما بيقولوا يعني وعين على برة درسة للإطار المصري وتأثيره الإقليمي والعربي والدولي وأيضا التأثيرات الخارجية على المجتمع المصري عسكريا وسياسيا واقتصاديا نعم فيبقى راجل دارس مفاهيم دي عنده بعد ما بيختزلش الأمر في كلمتين بيقولهم في خطاب والأمر بينتهى عند هذا الحد لا يستطيع إقامة علاقات جديدة زي ما مثلا أنا مش عايز أتكلم على المشاري السيسي كتير عشان ما يتقلش أن أنا متحيز لي زي ما هو عمل المبادرة بتاعت السفر إلى روسيا عشان يعمل نوع من أنواع التوازن اللي موجود في الواقع هكذا أنا عايز رجل يبقى دارس لكل حدود مصر وكيف تدفع عنها كيف يرتقب الفكر الاقتصادي المصري إزاي أستخدم كل الإمكانيات المتاحة المصرية في رفع حركة الاقتصاد هاي مرشح ممكن أقدم برنامج ولا أروع بشكل نظري يعني أنا هعمل كذا وكذا وعندي حلولي كذا يعني إيه الفيصل يعني على الورق أنا ممكن أقدم لحضرتك برنامج رائع هتقرأوا أو تسمعوا مني ممكن ترشحني أنا شخصيا يعني الكلام أنت عارف الصدق دايما بيصل من القلب إلى القلب والكلام ما هو أنا ممكن أطلع جهابزة الفكر العالمي في الاقتصاد مثلا وطلع برنامج اقتصاد عظيم لكن كيفية التنفيذ أنا بيبقى عندي أنه الأفعال أعلى الصوت أيوة بالضبط لا هيحصل على أرض الواقع الفيصل وانت عارف دلوقتي كانت زمان يقولوا يهل المغنى دماغنا وجعنا شوية سكوت لله إحنا عايزين نصل بمرحلة أن المفكر أو المبدع اللي حييجي لمصر يبقى فعلا قادر على تنفيذ البرنامج مش وضع البرنامج وضع البرنامج ده ما أسهل أيا كان من سجل سعر الكرسي إن لم ينحاز للشعب وطلبات الشعب أو الشعارات أو التأكيدات التي رفعتها ثورة يناير وما بعدها ثورة 30 يونيو إلا منحاز إلى هذه المطالب هل تعتقد أنه الشعب لن يمل من تكرار التجربتين السابقتين في الخروج على هذا الحاكم؟ الشعب المصري مش هيسمح لحد تاني يخدعه أو يضلله الشعب المصري فاء وما فيش رجعه الحاكم اللي مش هينفذ أوامر الشعب ويرتقي بهذا المجتمع ويرتقي بهذا البلد للأمل والطموحات اللي بيمثلها سيخرج عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة لكن في الطرف الآخر هناك من يرى أن القبضة الأمنية للدولة بدت تزيد على حد وصفهم في الفترة الأخيرة وأن قوة هذه القبضة على حد توصفهم ستمنع أي محاولة لتكرار هذه المسألة مرة أخرى فكرة الخروج مرة أخرى وتأكيد طلبات الثورتين السابقتين يسبعدونها مع استعادة الدولة الأمنية على حد قولهم وتوصفهم أنا فتصور يعني من الرؤى العامة في الشارع المصري ورأي الناس أن القبضة الأمنية في مواجهة البلطجة مطلوبة في مواجهة الفكر غير مطلوبة نعم قول فكرك قول رأيك على دماغي من فوق لكن تبلطج وإحنا شايفين مساحة البلطجة اللي باقت في الشارع المصري أنا بتصور أن مطلوب عصايا شديدة غاليظة أمام البلطجة لكن مش أمام الفكر حضرتك أنت بتراهن على الشعب المصري في هذه المسألة بالتأكيد أنه لابد من حياظ لطلباته وأوامره على حد توصيل شعب عظيم نعم طيب الأطار الإسلامي هل تعتقد أنه ممكن أن يدفع بمرشح؟ حيدفع بمرشح تعتقد مين هيكون؟ حيدفع لا لا ما فيش أسماء الأطار الإسلامي حيدفع بمرشح مخ في المعالي يعني سيد عبد المنعمة أبو الفتوح أعلن عدم نياته خوض مش مكنوش هيده العبد المنعمة أبو الفتوح والإهتمالات بتوشير إليه وهيكون مرشح التاري الإسلامي لا مش عبد المنعمة أبو الفتوح هم حيدفعه بشخص يحتار الناس فيه ويمول بشكل كبير جدا وتكون هناك قوة دافعة من وراها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية والتنظيم الدولي تتكلم عن تنظيم الإخوان وليس عن كل التاريات الإسلامية لا عن تنظيم الإخوان على وجه التحديد بس هو الأكثر لأن التنظيمات الأخرى أقل قدرة في الحركة لكن ممكن يكون فيه تاريات إسلامية يعني من الممكن أن تدعم مرشح زي المشير السيسي مثلا والله إذن أعلم كده يعني أنا في التصوري الشخصي أن المهم قدرة الحركة في الشارع أنا شايف أن الإخوان حيات لا لا أنا أقصد دكتور أحمد أن الحالة المزاجية بالنسبة للتاري الإسلامي فيما غير الإخوان فيما غير الإخوان هل ممكن أن تذهب إلى مرشح غير محسوب على هذا الطيار أيوة ممكن مرشح يساري أو مرشح له خلفية عسكرية ممكن بس ثم أعلنوا أنهم مش هيترحوا مرشح وحيدرسوا حيبقوا في الانتخابات مع مين ده الطيارات الأخرى لكن الطيار الديني المتمثل في حركة الإخوان المتأسلمين حيدفعوا بمرشح وحيمولوا تمويل عالي جدا وحتدخل أجهزة مخابرات وأجهزة دولية لدعم هذا المرشح طيب هناك من المحللين من يربط بين شخص الفريق عنان وترشحه أمكانية ترشحه وفكرة أن يكون هو ده الشخص المنتظر بالنسبة لتنظيم الإخوان البعض بيقول خاصة بعد التعسريبات أنه قطر بتدعم البعض بيقول أنا في تصوري في تصوري يعني وده غير محسوب أنه ما كانش يتقدم إلى هذه الانتخابات إلا إذا كان هناك اتفاق مع قطاع يدعمه وأنا بتصور أن الشارع مع السيسي فيبقى القطاع اللي بيدعمه لاتجاه الآخر طيب تأثير ترشحه على القوات المسلحة لا ما فيش تأثير على الساس أنه وراجل أيضا له خلفه عز كريه ما فيش تأثير لعل له أحباء خلي بالك أن القوات المسلحة جزء من نسيج الشعب المصري والشعب المصري أعتقد أنه لقى في السيسي الشجرة المسمرة اللي حتضلل عليه وحتدعمه فحيبقى صعب قوي أن أي حد نقول أنه حيأثر على هذه الشعبية يعني السيسي شعبيته سبتة والتحرك في الآخرين طيب طالما حضرك كررت أكتر مرة فكرة ترشح السيسي هناك من يتخوف على فكرة المصالحة المستقبلية إذا كان فيه أفق للمصالحة وترشح السيسي لأن ترشح هذا الرجل يعني بالنسبة للتنظيم الإخوان يعني مسألة كأنه الموت بعينه طبع طبع فهناك من يرى أنه لعل غيابه أو بقاءه في منصب مشير أو قائد للقوات المسلحة وزير للدفاع يعطي فرصة ما إذا كان هناك أمل في فكرة تلمي الشمل الوطني من جديد أو مصالحة أو من يتحدث عن أمر كهذا والله يا كلمة صدق أراد بها باطل أولا دي محاولة مستميتة علشان المشير السيسي ما يترشحش أو ما يتقدمش الصفوف فبيحاولوا إقناع الناس أن الأفيد لمصر أنه يبقى قائد للقوات المسلحة القوات المسلحة مؤسسة وطنية مليئة بالكفاءات وبعدين لما المشير السيسي إن شاء الله يعني رئيسة للجمهورية هيبقى رئيس المجلس الأعلى أه تفضل للقوات المسلحة فدوة مش معناه أبدا توقف القوات المسلحة على المشير السيسي نعم فكرة التي يروج لها تنظيم الإخوان وأيضا في هذا السياق طالما فتحنا الموضوع حضرتك عني إنه إذا ترشح الفريق السيسي المشير السيسي وفاز بهذه الانتخابات هنا الإخوان وما وليهم يؤكدون أو يروجون فكرة إنه كده أصبح انقلاب مكتمل الأركان بص على حضرتك حاج لن يرضى عنك اليهود ولا المصارى حتى تتبع ملتهم الموقف بالنسبة للفريق السيسي معذرة بس دول ليسوا اليهود وليسوا النصارى أنا أقول حضرتك أنا أقول بضرب بالآية القرآنية الفريق السيسي عندما يصل إلى منصب رئيس الجمهورية سيصبح قائدا لكل المصريين من اختلف معه ومن اتفق وبعدين مصالحة مع مين مصالحة مع مين أنت عارف حضرتك دول فصيل من الخوارج كل من خرج على إجماع الأمة فهم من الخوارج دول فصيل من الخوارج والتاريخ الإسلامي كله بيكتب عن الخوارج واللي أحدثوه في المجتمعات الإسلامية أنا أتصالح مع واحد ما قتلش أتصالح مع واحد اختلف معايا في الفكر اختلف معايا في الفكر ممكن نصل إلى منتصب الطريق لكن واحد أتل وأشاعل فوضى في المجتمع وما زال حتى الآن يحاول استقطاب الآخرين لتدمير المجتمع زي الفوضويين بتاع أوروبا زمان لما كانوا بيقولوا إن احنا أعظم شيء في المجتمع ده إن احنا نلاقيه متضمر أو العلم بتاع البلد أدهسه تحت رجلية دول فوضويين نفس الكلام هنا بيبقى على هذه الجماعات هذه الجماعات متأسلمة مش مسلمة فأتصالح مع مين أتصالح يوم ما يكون شخص اختلف معايا في الفكر لكن مش شخص يرفع أمام المسدس عشان يضربني بالنار بس هذه الجماعات حتى هذه اللحظة تمثل مشكلة بالنسبة للدولة يعني مسألة الاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها هم يحلون دون ذلك حتى هذه اللحظة لا هم يحلون دون ذلك لأن هناك دعم خارجي بشكل كبير جدا وبيدفعهم لهذا من قطر ومن تركيا ومن أجهزة مخابرات يقولوا إن كل أجهزة المخابرات بتلعب في مصر ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا الغربية طب قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب صفراءهم من قطر يعني كثيرون رأوا أن هذه الدول الثلاث طلبت من قطر صراحة رفع يديها عن الإخوان أو عدم دعم الإخوان في المستقبل هل تعتقد أنه ده بالفعل سيؤدي لنتائج طيبة فيما تعلق بهذه المسألة أو يعني إضعاف للإخوان بشكل أو باخر ده بالتأكيد ده بالتأكيد لكن أنا على الجانب الآخر بقول أني لا يبدي للحكومة المصرية أن تتخذ قرار زي اللي خديته السعودية والإمارات والبحرين نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد محمود البرلماني السابق المحلل السياسي أنا بس عايز أقول كلمة قبل ما أنهي مصر معناها الحصن والحصن وعمره ما يتفتح إلا زكان خين يفتح الباب من جوه وأنا أعتقد أن مصر ما فيهش خابنا إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد محمود البرلماني السابق المحلل السياسي